سجلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية تحفظها على إجراءات الحكومة في حل مشكلة العاملين في الشركة الأردنية السورية للنقل البري وطالبت اللجنة خلال اجتماعها اليوم وزارتي العمل والنقل باتخاذ موقف واضح تجاه الشركة كونها تخالف قانون العمل والعمال حيث لم يتقاضى العمال رواتبهم منذ 15 شهرا في حين بين وزير النقل أنمار الخصاوني أنه ستتم دعوة الجمعية العمومية السورية للاجتماع مؤكدا أنه لا يمكن دعم أي مطالب للشركة من موازنات وزارتي المالية والعمل لعدم توفر مخصصات فيها وفي سياق آخر ناقشت اللجنة مع أعضاء في مجلس إدارة شركة الكهرباء الوطنية مطالب العمال فيها وأمهلت وزارة المالية حتى نهاية الشهر الحالي لإجراء حل جذري لمطالب العمال